تدني مستوى تقديم الخدمات في بغداد بشكل غير مسبوق في جميع القطاعات وكان لسكان منطقة الصدرية النصيب الأكبر من ترد الخدمات الأساسية الفشل في ملفي الكهرباء والماء لا يتعلق بالعشوائيات والتجاوزات على الأراضي الزراعية كما يوعز لذلك البعض ولكن الأسباب الحقيقية للفشل تعود لوزارة الكهرباء وماء بغداد إضافة إلى أمانة بغداد ويقول السكان لكاميرا برنامج مع الناس إن هناك عزا في الدوائر الخدمية بسبب عدم الكفاءة والمحسوبية والمحاصصة موسيقى 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 عمي بالنسبة للخدمات الخدمات الصفر وإنما تحت الصفر وكل ما يأملوني أي ناس تتجي من البرلمان من الناس اللي تحكم كوزارة كرجال الدولة يأملوني كلها أكاذيب وملا تروحنا الناس بزعت اليوم ده أجي يمجسر ديالة منطقة مكتفى السيارات إلى أبعد الحدود يعني تقريب تمد قبل السيطرة بعشر كينومترات كل نقرة للركبة كما هي مليونة مي السيطرة تمشي سايد واحد من تطلع من السيطرة مالي ديالة باتجاه بغداد تمشي سايد واحد أدري إذا هاي أبسط الأمور كيف تنتخبكم العالم كافي عاد كافي يعني ما أدري أنا أستحي من نحتي أنتوا ليش ما تستحون ليش ما تخجلون مو كافي هذا الدجل يعني من أعلى سلطة اللي بالدولة لحد أقل واحد عدنا واحد بس تتحسبون الفقير بس قادرين على الفقير أخذ رشوة خمس تالاف أخذ رشوة عشر تالاف مو كافي هاي الملايين اللي راحت إلى متى إلى متى الظلوم خدم لأمريكا وإسرائيل كافي عاد بس عاد ملينا من عدكم والله ما تستحون يعني مدى إحنا قمنا نستحي نعاتبكم كافي عاد يلا شكرا حبيبي إحنا مطالبين نروح نرشح زين هل هم اللي رشحناهم قبل فهذا الشعب العراقي اللي رشحناهم قبل قدموا خدمات للشعب العراقي يعني لحدنا بس وعود إحنا قبل شهات بريطانيا هي اللي تحكمنا أم شهات وعود وما استفادئنا من عدد شهات ساذا يحكمنا مننا وبينا وبس وعود وإلى متى هاي الوعود إلى نهاية يعني أنا استاذا انتخبت لي واحد ويواعدني يوفي حتى واحد يروح يتعب روحه ويجد نفسه على موت يجيب الشخص اللي يشوفه راح يقدم بالشعب وإذا هو عملية خدمة نفسه حتى إحنا نصحاب يدينا وإذا هي عملية يخدم الشعب حتى نبتهم فإحنا ش نريد فد موثق فد كلمة موثوقة يتكلموها ومضمونة إنه الآن العالم المجاعة والبطالة هاي يومين مطرت الشوارع انترست وسددت بالمايات وصالة صعبة كهرباء قامت تتقطع زين المواطن إذا هو قاعد ما يشتغل إنت تسوي خسخصة كهربائية وتسوي أسعار الأمبير ما أدريش قيد يعني منين تجيب الناس عمل عمل غير أكو عمل دولة تحتني بالشعب دولة تبتح آفاق عمل للشعب ما أكو ما أكو ما أكو حرنة يعني ما أكو حرنة يطينا كلمة كلمة وبعدين حتى من بعدها ننزمها من من اللسان اللي يتكلم به يطينا كلمة موثوقة إنه يقدم خدمات للشعاب يفيد الشعاب قسنا ما نريد منهم رواتب ما نريد منهم مفلوس الريد إنه نعيش بسلام بأمان ومترفهين مترفهين بتعبنا مو بتعبهم بس هم يواجهون يواجهون البلد لتبري الأمان أكو نقطة لأخ إنه شغلة شغلة بناء الحواسن هاي باشرت فيها الدولة صورة مباشرة من غير سابق انذار لعني لبلغوا النات يشوف المكان يعجر بغير مكان مثلا يشوف فضعه هم صاحبين عوائل هما هو لو عنده مينوح يدور شغلة حواسم وحواسم هذا ما تشوف إلا الشفر مستغلت ويعني رقابة ماكو ازدحامات 24 ساعة بالشاريع يعني شنو هاي يجلع لأنه مو ذاك الضبط والقانون بمحافظة بغداد المفروض محافظة بغداد هي شنو محافظة العراق عاصمة العراق تجيهم دول خارجية دول أوروبية وفوق هذا وذاك يطلع لي أبو خط أحمر برنامج خط أحمر كيف يعني يمطيك بشرة فاتبشرة إنه لذنة عصابة عصابة يعني شنو اختصاصهم يروحون للجامعات ويخطفون للطالبات الجامعة وبعدين يقلوا في يومين اختصاباته مالشنو منتع الشكل إذن شنو أنا مثلا لذين أنشر صورة أو أنشر برنامج أو أنشر فتح حادثة أو موقف أفكر العواقب ليش؟ لأن هاي إذاعة وإذاعة دولية مو أنو أنت شوفها بالعكس سمعة العراق صرت بها الإذاعة والله من 2003 لحد هسه هاي الأحزاب يعني فشلت فشل خاصة الأحزاب الإسلامية فشل ذريع وإحنا بالانتخابات لازم ننتخل ونغير شوف غير الأحزاب الإسلامية خدمات صفر يعني أبسط شي أربعة طعام سنة كهرباء ما أسوأ الخدمات أسوأ بأسوأ كل ما قدموا للشعب الصحة صفر يعني هاي وزيرة الصحة وزيرة الموت خدمات المستشفيات صفر أنا أشكر هاي الشركة اللي إجتي تعالوادم وأحوال الفقراء لا أكثر ولا أقل أنا أقول أن كلمتين إلى متى أن نضل بهاي الحالة النام بالشوارع وأيتام وفقراء وكثرة الفقراء ومتسولين وأحنا خير من الله في كل العالم خير من الله وعندنا خير والله ما ينقطع لو أنا إيدي بإيدك والله أنا أتسول لكل العالم وأنتيها أتسول في كل العالم أطلع وأجيب وأنتي هاي الفقراء وإلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى أن نضل إحنا جبناها من سورة العيشين والحد الآن قتل ذبح اختطاف وإلى متى؟ وليش؟ ديننا شبي ديننا؟ هذا دينا اللي قاعد نمشي بيش بي؟ ليش أكتلك وتكتني؟ على يا ذنب؟ هاي العالم كله مرتاح الحيوان إلى راتب وإلى أمر يربونه حيوان إلى راتب ويربوه وينطوه ويأخذون الدكتور يا أخينا مثل؟ فهمونا اللي تردون من عندنا شيني؟ فهمونا اللي تردون من عندنا شيني؟ قدنونا اللي تردون شيني؟ ما تقدرون؟ نطلع قسمونا على الدول كل مليون بدولة نطلكموا يا العراق وتنتي كل الأمور نطيك أميه ليش أميه تكتني وأكتلك وعلى يا ذنب أكتلك أنا شني أكتلك ليش بشر هذا على الله خالقه أكتليه بشر على الله على يا ذنب يا عمي كافي كافي وشفنا أشكال ولحد الأنظام وقهر وجوع وفقور ومراض ليش ليش شن الذنبنا اللي سوينا يا عراقيين يا ناس ذنبنا شني قلونا ذنبنا شني مرى شبيرا تقدي رجال شبيري قدي طفل ما عدي شني نفسية صارت عند الشباب هاي نفسية نفسية روحوا شوفوا المستشفيات أكو شاب عدة نفسية شاب يشك من همة من جوعة نفسية إلى متى يا أخي إلى متى نحن كل شي ما نريد الريد بس تشتغل هاي الشباب وتقعدوا تستقور وشن اللي تريدونه قلونا يا ابن عمو أنا أشكر هاي الإذاعة وأشكركم لأنه تعينوا على الفقراء وعلى هاي الناس كل شي ما أريد الله يوفقكم دنيا وآخرة وأشكركم جزيلا أشكركم جزيلا أريد أحتي على وضعي مو وضع الشعب كله آني رجال كاسب على باب الله يومي 10,000 دينار وكو شغلات ملابوا المواد أم سويا 1,000 وربع لي أشلت الم proposed وقوة قوة راتبنا عشر تالب دينا نقوة قوة نطلحها فنطلب يعني شوية راعونة بيها بس هاي والمواد يأخذ الف وربع كل واحد كل نفار ما لشي يأخذ الف وربع ووضعية تعبانة خدمات ماكو كل شي ماكو بالعراق وفي كاربا ما شاء الله يطلون ايوا بعدين يقطعوا على مدى الانتخابات وهذا شعبنا لا انتخيب ولا اريد اعرف وضع العراق لان من اسوأ الاسوأ احنا بيدنا نغير مو هم يغيرونا مظلومين الشعب كله جوعان فلوس ماكو البلد انتهى يعني الحكومة العراقية تداخذ فلوس ومضطي للشعب الشعب كلها جوعان فلوس يقولون ماكو السياسين يأخذون فلوس الدولة الغلوس زين كل موظفرات ببليون ونوص مليون العراقية سيقان اتبع عربان حمال من صبع لليل اتبع عربان عشر تلاب دينا عيش بيها عشر تلاب دينا عيش بيها يعني ذول السياسين ما لش كارباقة ميطفو حلينا ليش شيف انتخابات محا ما ينتخب ما ينتخبهم ولا واحد الشعب كلها ما ينتخب ما احد ميلدهم ولا شغل ولا عمل ولا شغل ولا عمل كاتلنا جوع والظيم والقهر تفكير يعني صراية ما يزير هاي السوق كلها واقف الفلوس ماكو هاي مسواق ما يمشي بخضر ما يمشي هاي كلها ما دمشي بعد اخوك لا شغل لا عمل حالتنا تعبانة ها بالعباس باليجار عنه بالعباس اطي 150 كل شهر ها هو بيع شوفها يبيع نفاخ الله شاهد وحالتنا تعبانة والله عظيم باليجار 150 ألف ولا شغل لا عمل هسا عادة وفرونا الشغل على مول عادة وفي الإيجار بالحميدية الله شاهد بالحميدية اخر مكان بالعراق لا اين ها شوفها ها شوفها حالتنا تعبانة الضيم يحوانة سوونا الشغل هاي شري كل شي ماكو هاي خدمات بطي نحن بشوبر والله بطي والمشتك علي الله خلي المرجعيات يدخل تحكي السوري خلي شوفهم حالتنا يعني هاي وضعيات نحن يعني حتى المرجعية نستنى لا شغل لا عمل يعني هاي هاي نحن ناس تعبنة والله تعبنة والله صار بنحال نفسية بالحسين نظر نمشي نحتوي نفسنا والله كتل نجوع والله نظر نمشي بن العوز نمشي بن العوز نمشي موسيقى موسيقى من حال التقاعد ورادو مني خدمة عسكرية اضافة الى الخدمة المدنية احنا خدمنا الوطن وبضحينا وتأذينا خلال هالف اتراهي وردون من عندنا فلوس وردون من عندنا مبلغ خلال هالخدمة مرخب السنوات طيب الماء عندهم مين يجيب الماء عندهم مين يجيب الماء عندهم مين يجيب يعني هم نقدم الوطن هم نضحي وهم ما عندنا فلوس وردون من عندنا فلوس ها بها قانون هذا واناشد كل من له علاقة اني سهل امر معاملتي حتى أستنى لي انا نحال الى التقاعد لمعيشة عائلتي وشكرا لكم الله يساعدك امي انا ابوهم زوجي انخطفوا بجسر ديالي ب2006 سوتي المعامل المال الجريدة قدمتها للقاضي قالي تانيني اربع سنين سوتي وراء الاربع سنين اوراق تحقيقية هسا طاني حجر وقيمومي اتاني اربع سنوات زين مناك اربعة ومنا اربع ثمان سنوات وهو من 2006 انخطف وانكتل قالولي احنا بس نقول مين انت وهذا هو بس انا اقولك سمعت طلقات ما طلبوا من عندنا فلوس فدورت بالعدل هويات وهي مجهول الهوية ولا يزال اوراق تحقيقية ومعاملتين واني صاحبة معاقيني ثنيا اطالبي الراتب يعني القاضي ليس عبد الكاظم ابو قاضي بغداد جديدة يقولي امي تاني اربع سنين قلت لاش بقى بعمري الرجال من 2006 واني 2018 لا راتب عندي لا رعاية عندي ومعاقيني ثنيا ابو الرعاية يقولي ما سولي ترعاية امي جي بشاهدة وفاة ابوهم مو مفقوط وهس ابني واحد يبيع شاي صاحي ابني صاحي جسمه سليم تركض الشرطة والحكمة يقولون انت بيع شاي تتقدي وانا الروح اك السكر وضغط وقلب السرد راتب عندي معاق 14 سنة عندي معاق 20 سنة مو معاق من برطني انت مولي يدي حاد السيارة عاق لي راسه وبالهاتين برجلين راتب ماكو ساحقة والهزن عافليها بشارع ابني الله يطل عمرك ناشد الحكومة يما امكم مرة تبيرة وعمره 60 سنة والولي الشبان معاقين 14 و 18 واحد صاحي ما يكافيني لا ايجار نقدر ننطي لا يعني معيشة ماكو فارج من الله ومنك يمن راتب رعاية راتب حقوقات يطينا يطينا كاربان نقعد بيه كاربان ماكو راتب كوش ماعدنيه والله العظيم مبالغ الكريم يموي ابني بيع وعايشين عليه ومائمتين وخمسين الايجار يومية مهزومين من البيت ننطي الايجار يلا نطب البيت تعرف اروح القرايب ولا ماكو احد يساعد الى متى يمو انا اريد الراتب اريد حقه من الفين وستة تلتعاش اتناعاش الفين وستة وهي ثمنتعاش مشبقه بالعمر وجبتها من ذاك اليوم تعاب الهذا الوقت وهذا حالي عندي ولدي ثاني ممو معوقين حاد السيارة سحقليا والهزم واحد عمره ارباطعس سنة معوق كل شي مايفتهم وبالرعايري مني شادة وفاة اوراق تحقيقية مركز جسر ديالة وضبارة كاملة بحكمة بغداد جديدة العلم للعامة القديمة الله يطل عمرك يومي ايو الله يوبقك الله نشكر الحكومة العراقية الحكومة العراقية ترى ما بيصوش لا صوش الحكومة ولا صوش برلمان لا صوش دراسة الوزراء صوش الشعب لين هو اللي ينتخد هو اللي يصاعد الناس الفاسدين صاعد الشراق يعني صوش مو صوشهم واي شي جسر أزمة بالبلد يعني صوش الشعب مو صوش السياسيين أبد مو صوش السياسيين صوجنا احنا احنا نقدر نجيب المكان النسان الصحيح بالمكان الصحيح نجيب الفاسد نقدر نحنا نصعدها شكرا للحكومة وهنيئة للشعب على هذا الانتخاب شكرا يا بسلام عليكم الرتوية الحكومة صار كل شي صار الشعب انتهى الشعب انتهى بد مرة يتمنى الصمونة يتمنى المطار هذا الرتو سويتو وبقت من؟ بقت اسرائيل وامريكا وبارك الله بكم هاي التربة راح تنامون بيها الشور راح توقفون امام الله شلون بس اريد اقول لك شلون راح توقفون امام الله هاي كل هاي الشعب هذا ذمه برقبتكم ذمه برقبتكم راس خس ما يقدر يشتري كيلو برتقال ما يقدر يشتري الاجارات كلها صعدة وابو الاجار يريد اجارة والشغل كلها تعبان هس انا عمري سبعين سنة بربك بدينك انا اشتغل مال شغل همدا ادور على شغل وشغل ماكم فلوس اجار منقدر ندفعه ليش قلوا لي ليش بس اقول لكم اذا انتوا ماكلين لقمة حلال وشاربين حلب هذا الحليب مال امكم الصحيح اذا شاربي صدق بس قلوا ليش يش يدمرتوا للشعب ودمرتوا للعراق ليش ذولة ذمه برقبتكم باترت عقبة توقفون امام الله ش تقولوا للالله ش تقولوا لهذا الشعب كله كان تجوع المطاعم المطاعم قاعدة المحلات قاعدة الشعب الشورجة كله قاعدة ماكو قوة شرائية ابدال ماكو كرادة باللييل وشكوا عليكم وهذا الشعب ناس يتقتل ناس ناس هذا يطلب فلان هذا يطلب فلان ابو الاجار يجي يوقوف يريد اجار انا يستمني الناس ما عدي فلوس اجار ادفاع داعي يشبطي خطيئة زين ليس يعني شلوه يعني اللسان تعب الوصف عليكم تعب الوصف ش تقول عليكم منه بس الشعب كله يقول لا حول ولا قوة الا بالله زين وحسبي الله ونعم الوكيل عليكم زين وانت واحد الشيحتي 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 والله دمرتول الشعب بس ملتهين بجيوبكم ملتهين زين هذا اليك وهذا الي زين اللي يباوه الاعلام اللي يسمع الاعلام يقولك هذا العراق كله بخير هذا الشعب هذا بنفط هذا سوين زين يعني انتو مو بس موتوا تجوع الشعب حتى هذا السمت يلبط بدون المي يراد لمي والله شلوه ها دا ننطر الله يمطره في سبيل هذا الشعب ليش بس الله مطره 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 كسر خشوبكم مطره واجه المي الله جابه زين وحسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا الحكومة من اولكم الاخركم بس هذا الي اقوله وروحوا انتو الله تبتلهم والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والله العظيم يعني الدرس 45 دقيقة 30 دقيقة تقريبا ازكت لا تحتي ضربني كتني يعني فعلة الطالب تقريبا 30 الى 20 بالمئة فمناشدتي وطلبي الى وزير التربية يعني ينظر الى حال المدارس خاصة المدارس الحكومية لذلك تجاه العالم تجاه العالم حاليا كلها الى المدارس الحكومية لانه يضمن حقوق الطالب ويضمن مستقبل الطالب فأتمنى ان هال المناشدة انه مثل حباء أتمنى هال المناشدة تجلب نتيجة في سبيل خدمة المجتمع وخدمة الجانب التربوي المناشدة الثانية الى وزير التجارة معظم الوكالات الحصص التجارية كل وكيل يفرض على المواطن نسبة معينة على الحصصة مثلا اليوم جيب التمن عليك 2000 دينار الوكيل الثاني يفرض 1000 دينار الوكيل الثالث يفرض ثلاثة ارباح حسب ما يهوي فأتمنى توحيد الاموال الخاصة بالبطاقة التموينية بحيث كل وكالة ياخذ نسبة معينة المواطن يعرف انه اليوم جاتي حصة يا اخي حضر 1000 او 2000 او 2003 اما يروح الوكيل انه يطلب طلب 4000 او 5000 مثال بسيط انا اخذت مادتين او مادة واحدة والله العظيم سعرها يمكن بالسوق 2000 دينار دفاع 6000 دينار لهذا الوكيل فأتمنى توحيد مبالغ الوكالة الخاصة بالحصة التموينية ثالثا معظم الشوارع تفضل العالم ضربة على سيارات توقف يعني كل من ياخذ حصة من الشارع وتوقف سيارات ويبدأ ياخذ عن كل سيارة 3000 وين دور امانة العاصمة امانة العاصمة اللي بحيث قالت انه كل سيارة توقف او قراجات خاصة اللي بنيار الآن قاعدة تفض بدون تحديد انه كل سيارة 3000 او اربعة او خمسة او ستة وهل مجراء فإذا ساني من الناس اقدر اوقف اي شارع ااخذ بي من كل سيارة 3000 ما حل يحاسبني فإذا ماكو حساب لحن معناها المجتمع لا يختلف الحالة الرابعة المناشدة الى وزيرة الصحة وزيرة الصحة نتمنى منهم اللي بقية الاشياء الاخرى فيطلبوا من المواطن انه يطلبها من خارج المستشفى او من السたいاليات الخارجية فلحيتحمل ا zorично بمواطن عبئة كبيرة من ناحية الصحة لحيتحمل المواطن عبئة كبيرة من ناحية اولاده وخاصة إذا كان عنده ولاد أربعة أو خمسة أو ستة فهل سيتحمل عبع كبير صحياً وتربوياً وكافل الجوانب الأخرى فأتمنى من وزيرة الصحة أن نتابع هذا الجانب لأن نترمح لمستشفياتنا للعلم دواها كلش قليل والمناشد الأخير أتمنى من مات العاصمة أن تبدل جهد أكثر ليش سبب أنه سألت بعض السواق آليات معدكم يقول لي آليات معدنا وإذا أردت صلح لازم يصلح على حسابي فهذا معناه أنه يحاول الساق بأي طريقة أو أخرى أنه يقلل من الدفاع أو يقلل من بذل الخدمات للمجتمع وشكراً فكرة دعوة الحياة الدول العالم يعون دعوة الحياة بثالية يعني حقهم بالحياة نحن الآن ناس الشعب مستضعف يريد حقهم بالحياة يريد يعيش ناس مستضعفين تشوف حمامي العمالة أحسنا أغلبنا مستضعفين نريد حق ويريد الحياة يريد ناكل ويريد نشرب ويريد حياة مثالية الغرب اليوم بحسوة من دول الغرب اللي عندهم حياة مثالية نحن ندعى الله ودين وكل شيء ماك الناس أسا كلهم مستضعفين وين الدين وين الحق يوم ما دين يصير يوم ما دولة مدنية ناس نقضحقها أنه بالانتقابات تضحكون على الناس في شعارات ما بيسطان ما بيفايدة يريد تغيير يريد الشعب يوعى أنه يعرف طريقة بالحياة لا يأخذ الدين غطاء يريد غرف اللي يتقدمنا حياة مثالية بحيث يكون يفيد نفسه ويفيد الشعب وياه شكرا لكم يا بسم الله الرحمن الرحيم والله لم نقول شيء بس سلامتها البلد هذا الشعبي الشي صار بي يعني في شربك السالي راحت للمستشفى يقول لي طالي 3000 دينا وهنا ديت المرجعية فرقة العباس القتالية ورجو ناشد أخوية وزير الدفاع وزير الداخلية أستاذ قاسب العرجي هني تمب هذا الأمر زيان وأحنا أكثر شيء احنا على الساعة طالي نعباس طالي أهمينا قاعدين نساكتين زيان اللي يدفع عرباني محاربي زيان ضباط ومراتب ما عادوا بكل سلوب وياه أي مواطن بلد تحتية نهو للعراق فما كافي يعني ما بل يعني بعد تعبنا يعني يعني سيد الله حبه ويرعاه همل زيان يعني تعبنا والله يا أخوية يعني ما شا نقول لك زيان اللي بيع موياي محاربي اللي بيع ملابس محاربي زيان أنت يا أمونة بغداد زيان ما شبعتي بس أقول الشغلة واحدة ما شبعتي لما نسوين سياج شنو حدي يقتل حيوانات جيبه ليش في الدنوبة أسخول وطليان يذبيهم هنا زيان اللي أبو تشمبرم حاربي أبو تشمبرم حاربي ما يصير يا أبي العمي ترى ما يصير الله سبحانه عز وجل ترى الله فوق الكل فأرجو من أخوية البطيل والطرد الفاسدين أني تتم بهذا الأمر زيان شرفه كاني عندي صمام بالقلب توسع بالكنينة بالبطيل ليسر زيان استكان ما النفط حصة ما عندي آي وحدة اروح لم يستشفى أرد طلب أقول لي اللي تروح على حسابك زيان دوة ما عندي أشتري الله شاهد علي دوة ما عندي آف يشهد رب العالمين هذر علي زيان دوة ما عندي أشتري دوة شنو ما عندي أشتري صمام عندي بالقلب زيان وارجو من أخوية وزير الداخلية قاسم العرزي زيان هني تتم بهذا الأمر زيان دي أرد الفاسدين يقول لان طلبت الفاسدين زيان ما يصيري شي بلد النهار يعني إلى متى يعني ساري بشرفك إلى متى نفع عرباني أنا تفع عرباني عندي صمام ولي قعدوا يتشي بيت وقعدوا يمهلي زيان روح شوف الدول روح شوف الخليج روح شوفوا إقافة الدول زيان يعني أنا أشكر كل إنسان شريف وكل إنسان أنا أدي وأرجعيتي وأشكر كل إنسان اللي عين على هذا البلد الفقير كافي لكل بدائلها نهاية بلد دمرتوه بلد حطمتوه هذا بلد الخير بلد الأنبياء بلد الفقير بلد الصالحين من أتبرم لكم الحسين أتبرم لكم العبواس موسيقى موسيقى لازم يحفظ البلد من يحفظ البلد يجي على الكهرباء يجي على الماء الماء كله ترى موصحي هاي وحده يجي على الزراعة يشتغل يجي على المجاري هاي شغلة البلاد هاي أهمشي ريس وزراء هاي الشغلات اللي مهمة بالعراق مو يعني شغلة يجي من ناك يقعد على الكرسي يقبض البتاسات يقعد إسجاد راتبنا أول ما جوي أول ما طباوا قالوا إسجاد راتبنا هاي حكومة رحمة على أمك هاي مو حكومة اللي يريد انتخب ويجي ريس وزراء لازم يراعي الشعب إراعي الشعب الشعب هذا إراعي مو الماء ما ينشر بالفقير وين يشرب البقير ربع دينار ما عدا يشرب بطل مي على أقل هاي صبير بالمي الكهرباء صارق بصدع السنة شينو هاي ماكو داعي حكومة متشي لازم تشتر البلد للزراعة زراعة لازم اهمشي الزراعة اهمشي الفايدة البلد زراعة هي الدولة زراعة أولا نعاني من دارة الكهرباء يعني أنا ساني شغلي أبيع مي وهاي جبتها الساداني مين قارمين خمسة وثلاثين هاي السحب ود السحب ود السحب راتبنا كله للسحب والدات زيان ذاك اليوم طقت عندنا الكهرباء ونعاني يا باب والكهرباء تعال لنا زيان إلا يجون وتطيهم المالات يا الله يجون يا باب ما هذا النتل هاي راح انت للعالم إلى متى كافي تعبني رد من الحكومة والناشد خلي راعوني بالكهرباء شوية الكهرباء كش ما بيها والله لا انضربت ولا هاي زين هاي شوفوها من ناس شغلنا كله صحب الأنبير وجيب الأنبير وودي الكهرباء واجبه بداية أشكركم لأن أمتعتني هاي المجال أنا أسمي إراق بدل الدولة الإراقية الدولة الحرامية طبعا أنا فرد من الشمال اللي شايفها بالشمال أنقز من هنا واللي أشوفها هنا أنقز من الشمال والقادات والمسؤولين اللي يمشون السياسة بالعراق أصلهم عندهم جنسيت لو جنسية أمريكية لو بريتانية لو غور دولة لماذا شعب ما يحاسبهم على هذه الجنسية خلي يبطل من جنسية الخارجية السفوات معسوم عندهم جنسية بريتانية وغيرها وغيرها عبادي يمكن هم عندهم جنسية بريتانية إحنا إذا نحش الحسحي ولا يجي علينا الخوف بس من يسكت عن الحق شيطان أخرص إحنا إنسان قبل كل شي أنت عندك عين عين عندي عين أنت عندك خشم عين عندي خشم آذانك مثل آذاني حلقك مثل حلقي لماذا أنت تأكلني أنت أكون حوتا تأكل الفقراء ليش إذا أنت يجيك موقف حرج تروح تسافر للخارج تسرف ملايين دولارات واحد فقير هنا بشار عبات لو الكارتونة محد ما يقول تعال أساعدك من هذا جانب أتوجه للمرسلين وللأعمل ما للدين أنتم يا أهل الدين من تمشون بهذه الشارع وتخلصون صلاتكم من جامع من تجون ما تشوفون هاي الناس فقراء ليش بالخطبة ليش بالخطاب الديني ليش بالخطاب الديني تنسحون الناس سووا هيتش ويمشوا هيتش لماذا لم تتمشون الحقيقة لماذا هاي الفقراء إذا بدوا الأوروبية إذا بدوا الأوروبية قطة قطة كلب إلى حق أنتم ما شوفون هاي الناس تعال هاي شارع استدري أنتم مور بها إذا ما لقيتم بعيونكم عشرة نائمين على الشوارع ناس يمشون علىها مثل حشاء حشة تشلب والله تشلب أنقص يمشون يقفضون عليهم بدل يساعدوهم أنا حجز هاي الحجايات حتى لو تسعلموني هذا حق واللي يسكر عن حق الشيطان أخرس وأشكر الجملائي في هذه القناة في مال نحن نعيش كعراقيين أيام عصيبة لأن الفرد العراقي مو هذا مقامه المفروض مقامه رفيع بس نقول مع الأسف هذا اللي صار مفروض ما يصير لأن العالم تسابق مع الزمن ونحن نرجع إلى الوراء نحن نطلب من كل الخيرين كحكومة كنواب كوزراء أنه يساهمون مساهمة فعالة لرفعة هذا الشعب هذا الشعب بسيط شعب بسيط ومتطلباته جدا بسيطة وهذه المتطلبات بسهولة تستطيع الدولة أن توفرها ليش لأن هي أشياء مو صعبة حتينا على الكهرباء حتينا عن الماء عن المجاري هذه أشياء بسيطة الدول المتطورة والمتقدمة هذه الأشياء لا تحسب لها حساب لكن إحنا مع الأسف الشديد نحسب لها حسابات كثيرة فنتمنى ونرجو ونرجو ونكرر كلمة نرجو أن تستيقظ هذه الحكومة حتى تبعث لنا الأمل بالحياة الجديدة التي يتسابق العالم عليها وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا والله كل الدورات البرلمانية اللي جتي كل هفهاش له لأن ما قدمت الشيء لهذا الشعب الجريح بقى شغلة أخرى آني أوصي المواطنين في هاي الدورة أن يروحون وينتخبون الناجح واللي يعني ابن ابن هالبلدي وبيّن بيّن عمله خلال هاي الدورات الباقية أما الباقين كلهم فاشلين من رئيس الوزراء الأصغر واحد بالنسبة للسياسي ما أن شا قل لك يا عمي هم يعني معرف العالم كله كشفته بس النتيجة شون زين يعني أبسل شي أبسل شي المتقاعد والموظف يقصون منه وهم خلال شهر قبل شهر الثلاثة أقرروا بالبرلمان النفسي برلماني الحرامي مليون زيادة لكل برلماني خلال نسع لأن الشغلة تبيتهم الشغلة مدفد الشعب لا يسأل عليها زين والشعب ساكن بس أبنى المرجعية المرجعية مدى تشوف مقاعد تسمع زين يعني يعني أمير المومين قتل على موديش من قتل على مودي المبادئ والحق إمام الحسيني من قتل على مودي المبادئ والحق ليسا كتئين المرجعية خافون من القتل زين يا عمي أنا من برق أقول للشعب العراقي كل من يؤمن بولاة أمير المومنين ما يتخذونه وإذا يتخذونه بريب من بولاة أمير المومنين هاي كل ما قدروا أقول أقعدنا مثل قديم يقول مثل تيتي تيتي مثل ما رحتي ويجيتي نفس الحالة كل ما لا خدمات لا كل ما هاي بغداد لعد بيا زمان تغرق بغداد بغداد العروبة تغرق غنت عليهم كالثوم والدنيا كلها هاي مزبلة صبحت ليش وين الأمانة وين دور الدولة قل يقومون بعمال تفيد الناس تفيد المجتمع خدمة للعالم كل شي ما كل تطور ما كل شي ما ما لمس نعفة شي تطلع تقاعد تقدم الدولة 30 سنة 40 سنة يطوق 500 الف وين صايرها يعني ما صايرها ترى ما صاير ما كويش قانون انسان المفروض يقيمونه من يطلع تقاعد يشلعون قلبه سنة هو بس يراجع روح للدائرة روح لفلاموكا روح لفلاموكا تعال من يموت يأخذ الهوية من التقاعد وين لا يوجد شيء بالدول يجب ان افترد الدنيا كل دول العالم كلها روح روح للخليج ذول الخليج اللي وين احنا وين هم احنا بالخمسينات احنا دولة متطورة وهم وين كانوا بيوت مال شعر روح باوعهم وين وين وصلوا وين وين صاروا قال يروح يباعوهم شوية يقل لها واحد خليله ضمير يخاب من رب العالمين قبل كل شيء يقعد ورا الكرسي من يحكم يحكم بالعدل ما خافت رب العالمين حتى يكون البلد بيستقرار بيامان بيشغل شباب كلها عطالة بطالة الناس كلها تقدي فلوس ماكو كل شي ماكو شو سوي العالم وين تروح وين تروح الناس اللي نرجوه من الدولة من الحكومة من السياسين ان يباعون على حال هذا الشعب الجريح المظلوم ابو الشهداء ابو الدم انهار الدم سالت بي من اجل الوطن والعروبة والشرف والغيرة المفروض يقيمون ايداء هذا الشعب مو يدمروا وهذا اللي عندي اللي اقوله واني كمواطن عراقي السلام عليكم اعزائي واخواني المواطنين العراقيين احنا مقبلين على انتخابات برلمانية نترجى منها يصير تغيير المفترض انه يصير تغيير فالحقيقة انه راح يصير تغيير احنا هذا الكلام نسمعه من زمن طويل جدا تقريبا 15 سنة ما شفنا ايشي نهائيا انا ادعو اشوف انه لازم قبل ان انتخب اي جهة او اي شخص يكون ذا مصداقية وذا مجرب اذا ما يكون مجرب قطعه راح يكون انتهازي استغلالي متسلق يريد يستفيد من يركب على ظهورنا ويستفيد من عندنا ويتمتع بالامتيازات ويتمتع بالرواتب الضخمة ويستمر ايضا في نفس منظومة الفساد اللي هي جاي نشوفها فساد يفرق فساد فاسدين يفرقون فاسدين فاحنا نتمنى انه اكو اي نائب او اي برلماني او اي برلمان حقيقة هو يقودنا نحو التغيير مو بس وعود كاذبة ومتسلقين يسلقون على ظهر المواطن العراقي الفقير ويستغلون بساطة وستذاجتا ونوصل الى نفس النتائج الكارثية اللي احنا لا نزال نعيش بها وشكرا اشتركوا في القناة